موسيقى زيارة ميدانية لوزير الموارد المائية إلى محافظة المثنى للإطلاع على نسب الإنجاز المتحققة في مشروع قناة التعزيز الإروائية التي ستسهم في زيادة المساحات المزروعة في هذه المحافظة معالجة شح المياه التي تعاني منها محافظة المثنى في كل موسم من نقص المياه بسبب التجاوزات الحاصلة على وشك أن تنتهي بحسب ما أعلنه وزير الموارد المائية المهندس مهدي الحمداني الذي وصل المثنى واطلع على نسب الإنجاز في مشروع قناة التعزيز الإروائية سيكون الافتتاح قريبا حسب ما الوعد الذي وعدناه والكلام الذي أعطيناه إلى المحافظة وإلى السيد رئيس الوزراء وإن شاء الله هذا المشروع راح ينهي معاناة كبيرة كانت سابقا موجودة في محافظة المثنى طبعا راح تكون يعني تقريبا 22 متر موجود في شطر المهندس راح تزرع مناطق كثيرة طبعا أكو أراضي حرمت ما يقارب 30 سنة ولحد الآن لم تزرع بسبب عدم وجود حصة مائية واتيرة متصاعدة من كوادر وزارة الموارد المائية التي ما زالت تعمل على إنجاز المشروع مطلع العام المقبل والذي سيسهم في حال إنجازه بتوفير المياه المغذية لشطر رميثة بهدف إرواء الأراضي الزراعية في مناطق الوركاء والمجد والهلال والرميثة مشروع بيه فائدة يعمل محافظة كلها يعني ساعدك من الشطر انتهى لحد ما يوصل السماوة نوع الزار عليها ناس باستفادة منه وخير من الله وتسعى الوزارة ورغم الضائق المالية إنجاز المشروع الذي يعد من المشاريع الستراتيجية التي تخدم الواقع المائي وإنعاش القطاع الزراعي في المحافظة ويؤكد معنيون السعي بإنجاز مشروع قناة التعزيز التعزيز الأروائية لما له من أهمية كبيرة في معالجة الشحة المائية في المحافظة للعراقية الإخبارية علي كريم ترجمة نانسي قنقر